موسيقى ما ينظم إلينا في استوديو الجزيرة مباشر مصر حمدي عبدالحليم المستشار وزير التربية والتعليم سابقا وكذلك وليد عبدالرؤوف عضو اقتلاف شباب الثورة سابقا أستاذ وليد أستاذ حمدي أبدأ منك عفوا كيف ترى هذا الأمر ما يتعلق بكتابة التاريخ على هذا النحو السريع للغاية ويبدو أن التاريخ يكتبه كما يقول تيرشيل المنتصرون والآن يكتبه المنهزمون المنهزمون نفسيا والمنهزمون ذهنيا والمنهزمون تاريخيا إن شاء الله يعني هي سلسلة من المهازل المتعددة ومتكررة ما تأثير هذا على التعليم عندما يكون التعليم حكرا على فئة بعينها وغير خاضع لهيئة مستقلة تقوم هي بكتابة المناهج ووضعها عندما يكون التعليم رهن للسياسة بهذا النحو كيف يكون المستقبل؟ نحن كتربويين نعلم أن زهن الأمة وعقل الأمة يصنع في طفولتها وفي شبابها ولذلك المناهج الدرسية بصفة عامة لابد أن تكون موثقة وتكون ذات مصدقية عالية أما أن واحد يعني كده في غرزة في قهوة في جلسة أنس يوعد يكتب كلمتين ثلاثة ومسلا أن يجامل ثلاثة أربعة من أصحابه ويحطهم شوية مزعين شوية شباب كده لاهي وعابس ويعني ليس له ثقل ولا ثقافة ولا حتى أثر ويوضع هذا في تاريخ الأمة أبنائنا يتعلمون وأبنائنا غصب عنهم طبعا لازم يقروا كويس ويحفظوا كويس عشان ده حجالهم في الامتحال وبالتالي هو بيعيد صناعة عقل الأمة من جديد الشباب ده كله ده تشويه ده تزوير أبشع تزوير يعني أبشع من تزوير الرئاسة لأنه بيؤثر في الوجدان في وجدان هؤلاء الشباب إحنا حفظين التاريخ من أيام ما كنا في الابتدائي وفي الإعدادي وفي السنوية حتى الآن نعرف تاريخ العصر الفرعوني والتاريخ العصر الإسلامي وتاريخ محمد علي وتاريخ الحملة الفرنسية وكان طبعا كل هذه الأشياء موسقة توسيق عالي المستوى وذاته مصدقية ولذلك يعني يقال أن التاريخ لا يكتب في عصره ولا اسمه تاريخ ليه لازم يكون في عصره مضى علشان يتم توسيقه تماما وبقاش فيه مؤسرات طيب أستاذ وليد هل أصبح توفيقه كاشا ومرتضى منصور رموزا تاريخية للأمة المصرية على هذا النحو من الذي يصنع رموزنا والأسف ما يحدث ليس جديدا ليس جديدا في مصر لو تتبعنا من بداية الحكم العسكري في 1952 سنجد أن تم إغفال أول رئيس الجمهورية محمد نجيب ولم يذكر في كتب التاريخ إلا مؤخرا محمد نجيب وأنا صغير ما كنت شعرف كنت عارف أن أول رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر فترة محمد نجيب تم محوها بالكامل ده مش جديد في ظل الحكم العسكري ما يصنع الرموز حاليا أعتقد ما يصنع الرموز حاليا هو ما يريد أن يجعل هؤلاء هم الرموز وأعتقد أن السلطة الحالية تريد أن تجعل أمثال توفيق أوكاشا ومرتضى منصور ومحمود بدر وحسن شهين ومحمد عبد العزيز هم رموز الأمة أغفلوا أن هناك في هذه الأمة من هم أولى أن يكتبوا في كتب التاريخ أين يعني هذكر كم شهيد كتير أو الشهداء هذكر كتير أو الشهداء مش هتكلم لو هنتكلم عن الشهداء الذين سقطوا أثناء حكم محمد مرسي فين الحسين أبو ضيف فين جيكا فين محمد الجندي فين كريستي فين 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 لو هنتكلم عن الشهداء الذين أصبحوا رموزا في مصر فين خليط سعيد فين أسماء البلتاجي سرعة كتابة هذه الأمور يعني لو الكتابة متعلقة فقط بكتابة كتاب أو مقالات رأي وهي من منظورها تصف ما يحدث وفق نظريتها ووفق رؤيتها الفكرية مثلا كان هذا ممكن لكن أن يتم الكتابة على هذا النحو ويتم تضمين هذه الكتابة ضمن المناهج الدراسية على هذا النحو أيضا ما الذي يعكسه؟ لا يعكس لديه إلا حالة من حالات التخبط في ظل الحكم العسكري الحكم العسكري متخبط بيكتب بسرعة مش عارف أن إحنا أصبحنا في عصر التاريخ أصبح في متناول الجميع بضغطة زر هعرف التاريخ إحنا حاليا التاريخ بتاعنا ديجتال التاريخ بتاعنا تم تصويره وتم حكيه من أكثر من أحد هو دلوقتي عايز حالة التخبط الشديد اللي هو فيه وعايز يلحق بسرعة أن هو يحط اسمه أو يحط ما حدث في كتاب من كتب التاريخ وزي ما أستاذنا قال التاريخ لا يكتب الآن ده تاريخ قريب طيب أستاذ حمدي ثارت أيضا كثير من الأقاول في فترة حكم الدكتور محمد مرسي عن تضمين أيضا بعض المناهج أمورا قريبة من أفكار جماعة الإخوان المسلمين وغيرها سواء ثبت هذا أو تم نفيه لاحقا ما هو السبيل لعملية تعليمية ناضجة وواعية تبعد الأبناء عن هذا الصراع السياسي المحموم القائم الآن في مصر عادة لما يحدث حدث في لحظة هذا الحدث بتختلف فيه الأراء وبالتالي لا يجب أبدا أن هذا الحدث الآن الحالي أنه يضمن في التاريخ التاريخ الآن تاريخ ممنتج لمين قطع من هنا قطع من هنا وبيمنتجوها بطريقة معينة تخالف الحقيقة زي ما احنا مثلا شوفنا في أفلام زمان كده وكان لسه المنتج يعني ما تقدمش اسماعيل ياسين بيكلم اسماعيل ياسين الآن هم بيعملوا كده هو بيجيب أجزاء من الأحداث الخطيرة اللي ضارت في بلدنا في الأربع سنوات الماضية دي ويصنع منها تاريخ وحتى هذا التاريخ تاريخ مشوه يعني جماعة الإخوان المسلمين بما لها وبما عليها لأنها جماعة بشرية طبعا تاريخها 80 سنة من الجهات في فلسطين للوقوف أمام المد الفاسد والإعلام المغرد وتحكم الحكام وديكتاتوريتهم وكل هذا يختصر في أنها أصبحت جماعة إرهابية وهي أصبحت جماعة إرهابية بقرار من شخص أيا كان هذا الشخص قاضي ولا غير قاضي من الذي يضع المعايير من المذي من المفترض أن يضع المعايير ويحدد المنهاج أنا بقول لحضرتك بمنتهى الصراحة والوضوح أصحاب الغرز لا أنا بقول من المفترض من المفروض المفكرين والكتاب والخبراء التاريخ هيئات مستقلة متابعة للتاريخ طبعا هيئات مستقلة تماما وضعات مصدقية وتراجع ولا يكتب التاريخ الآن حاليا إنما يسجل يسجل كل شيء إنما ما يكتبش في التاريخ وإذا كتب في التاريخ لا يكون منهاجا دراسيا لأنه زي ما قلت لحضرتك دول عقول غضة طرية هتستوق وتستقبل كل ما يعطيه لها المعلم فهما بيعطوهم تاريخ مزيف طيب كلمة أخيرة لك كلمة أخيرة التعليم في مصر يحتاج كما قال أستاذنا هيئة مستقلة لمراجعة كافة المناهج ومراجعة طرق التعليم وأسل التعليم لأن الطالب المصري للأسف ده ما يتخرج من تحت طائلة التعليم المصري يخرج بلا تفكير بلا إبداع بلا أي شيء نريد هيئة مستقلة وده الكلام ده احنا كنا عرضناه على الإخوان المسلمين ولكن الأسف لم يطبق هيئة مستقلة للتعليم مستقلة تماما عن الدولة تضع المناهج الدراسية وفقا للأسس الأسس السوء الأسس العالمية للدراسة ليس كما يريد الحكام أشكرك شكرا جزيلا وليد عبد الرؤوف عضو اتلاف شباب الثورة سابقا وأشكرك كذلك حمدي عبد الحليم مستشار وزير التربية والتعليم سابقا أشكرا جزيلا أشكرا جزيلا